لأن قضية الأسرى ثابت من الثوابت الوطنية يستمر الحراك المساند لقضيتهم في محافظات الوطن ففي مدينة البير اعتصم العشرات أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال رافعين لافتات تطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل للإفراج عنهم هذا الاعتصام الأسبوعي الذي تنظمه الهيئة العليا لمتابعة شون الأسرى والمحررين تضامنا مع الحركة الأسيرية وإسنادا لنضالاتها من أجل تحسين شروط اعتقالها ومن أجل المطالبة الدائمة والنضال الدائم من أجل حريتها وفي هذا الوقت أيضا من أجل تكريم أسرى وأسيرات تحررنا من سجون الاحتلال السورة لم تختلف كثيرا في طول كرم أهالي الأسرى وممثلوا المؤسسات الأهلية والرسمية نضموا وقفة أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمدينة مطالبين بوقف الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى وتحسين شروط اعتقالهم الوضع يعني في السجون وضع يرثى له وضع صعيب الأسرى بحاجة إلى وقف معهم بحاجة إلى التضامن أكثر معهم بحاجة إلى دعمهم بكل الإمكانيات والسبل الإدارة السجون يعني السطر هاي ما بتسمح لها تدخل لأنه محى سحاب طب هذي مشكلة يعني فيه احتياجات بدهم حرامات بدهم بطنيات بدهم سطر السطر بسحاب ما بتدخل فهذي مشكلة يعني ناجب البحث فيها ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن العام الجاري شهد ارتفاعا في المعاملة القاسية والوحشية بحق الأسرى وتصعيدا في الإجراءات الإسرائيلية التعسفية داخل سجون الاحتلال الوقفات التضامنية مع الأسرى هو تأكيد شعبي ورسمي على الوقوف مع قضيتهم العادلة بوجه سياسات إدارة مصلحة السجون الاحتلال التي تتعنت في منحهم حقوقهم المشروعة إيهاب ضميري تلفزيون فلسطين طول كرم